سياد شو باش عرفت شهاد البلاصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قمتل ال W dessus اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هات المہربين 30 ألف أزيادة على هذه الطاقة ودعمهم و أريد أن أقول لهم بأنني عندما وصلت إلى هذه المرحلة التي أنا فيها دابا كل الفضل يرجع الله سبحانه وتعالى ثم لكم شكرا لكم كلكم و أتمنى أن نكون لديك حسن وأنا أعرف بأن كانت الكثير منكم يختلف معي في أمور ويتوافق معي في أمور لكن لديها سنة الحياة قال لكم و في اختلافكم رحمة يعني الاختلاف فيه رحمة لأن الرحمة هي الإبداع يعني الإنسان يختلف مع شي شخص دائما ذلك الشخص الأخر يحاول يقلب على سبل لكي يبين أن الفكرة له يصححة فكي بتاكر أساليب إبداعية التي تصل لها الهدف لتطوير البلاد فهذا هو الهدف الذي يجب أن يكون لنا هو تطوير المغريب و إن شاء الله يكون المغريب في ذلك الشكل الذي كنا نتمنى فأجدد شكري لكم و شكري لهذا مئتين الف و زيادة إخواني جاءتني مصدف دراسة في واتساب و في الانستجرام قالوا يتكلم على واحد اليوتيوبرز أنا ما كنعرفوه صراحة يعني أنا ما لم يتفرش فيه فيديو دياله ما كنعرفوه أول ما نعرفوه لي مشادر واحد ضجة ديال دفن الراضع دياله وهذا نشره بي بي سي عربية و نشره و نشره سكي نيوز و صحف عربية بالسعف يعني شوهتنا وصلت ما وراء الحدود قالوا يتكلم الله يخليك على هذا القادية ديال الفضائح كيفاش الناس مبقاتش عندهم المشاعر يعني كيفاش نقال اليوتيوبرزات هذا وهذا المحتوى الرادي ولو الناس يقلبوه يعني أي شكل يجيبون المشاعدات و يدخلوا الفلوس ما عشغلوش يعني هذا سؤال يتطرح الإنسان فاش يموت لك والدك واش انت مازال عندك ذيك القانا وذيك الخاطر ذيك وما زال عقلك عقلك يفكر أنك سوف تنقل فيديو و سيناريو و تضع المونتاج و تفكر في المونتاج و تفكر في المشاهدات و تفكر في الدخل يعني ما زال سوف تنقل من الموت قالك الذي لم يردعك الموت فلا لا يردع لك يعني الذي لم يردعه الموت فلا لا تنقل فيها يعني والمشاهدات أهم من القيم والمشاعر هذا المحتوى الذي أعرفه فأنا كصانع محتوى يجب أن تنقش في هذه الأمور لديها علاقة بمحتوى أنا لا أريد أن أقول للشخص أنهم لا تقومون بإمكانهم وال hearings يخ intermittent يعني أنهم ستجدوا علىما يطرق لربما محاب أنهم ستجدوا إنه حر الأثر من قضية قد محتوى وصلت إلى المستوى وعبر القتال ودين عدم القيم ويولي المال والمشاهدات أهم أهم الحرمة الميت أو الأهم من الحرقة على الميت اللي هو والدولة بنته وراها شيء مرعب ومفزع فهذه القادية المحتوى للفضائح لولاة المادة هي وهذه الأسرار الميت والدن عيس والبنت الميتا وهذه المادة قد يجب أن تشعروا في المجتمع المغربي ماذا؟ لأن المجتمع المغربي فهو عظيمة آخر اخر، لا يمر بالأهم من الأمر علينا قد workspace ك�로ون القادية قادية문ة كل مجمعنا مثل اكسيدة الان في النارويج اكسيدة في المغرب انظر العدد المعرض والمعرض و realizes المغرب لماذا؟ لماذا يستطيع أن يكون لدينا الواقع؟ لماذا؟ لم يكن يتعرف أن يكون لدينا الواقع وماذا يمت ولماذا لا يمت ولماذا يمتلك المغربة لأنهم يتسنون ويعرفون ويعرفون ما يكون لأنها مشكلة معقدة لأنها مشكلة في العقلية والمشكلة حتى في نمط الحياة هذا النارويجي لديه الوقت ضيق لديه الكثير من المغربة لديه الكثير من المغربة لديه الكثير من المغربة الحياة قصيرة لا تضيحها في مشاكين الناس ترى مشاكينك ترى رغباتك تطلعاتك تنتع بأي شيء أنا أخذك تكون بسيطة تنتع بها أنا كمشي المغربة نرى شوارع في شوارع ما بويش نقول مودن اللي ستقلغوا. يعني تتلقى يا صاحبي مكين ولا ولا محبط قدام الباب. محبط وحد مكينش تتلقى احياء كل هها علاقة دها يا صاحبي كل هسي مفسي ما. كيف هات الناس يقدروا عيشوا. علشنا ما عندناش للفن علش عالش الفن مع صناش. ما عندناش الفن. الفن راه هو. صناع هذا الحل الإبداعي هذا أول فن يريد أن يرى سعادة شعب يرى هنا البالكوناج يرى الورد الذي يأتي وما هو الفقر وما هو الفقر كانوا مهتمين بذلك يعني لم تجد شيء دارنا في تسعينة من الناس الكبار من المتاقع مهتمين بذلك هذه المسائل بيجرد هذا لماذا تجد في هذا الشيء لماذا هذا السبع لماذا هذا السبع تفاهم كل هذه الجوجات ومملكت ومكتبت ومكتبت لماذا بأسفالي ذلك المجلس المجتمع كان يحتاج مختلف لا تكون هذا الشيء على أرض الواقع بل تحويل صورة التبرقيق و الشوهاء و الشو في مكان تحويل العالم الإفتراف و لا تدب في اليوتيوب وهذا صنع المحتوى التي لا لديهم شيء محتوى أو باقاج تقافي الذي يصنعون هذا المحتوى الذي يفيدهم و يفيد البلد يجب أن يصنعوني هذه التخرميزات لأنه أعرف أنه هو الشعب بركك مع الأسف هذا هو الواقع لأنه لا يوجد اهتماماته خاصة لا يصخر الوقت له له لأهتماماته خاصة لا يوجد هوايات يجب أن يكون يتعرف على المشاكل يجب أن يتعرف على المتعة في هذه القادمة أما كان يهتم أعطيه خاصة وهذا فوقت له بشكل أفضل به خاصة ليس لذلك هذا فوقت و لا يوجد نحص الوقت يجب أن يقال أنه لا تفيد أسجل أنه كان لديه هذا الإصلاف لأنني أمريك هذه الأسفل لدينا الداخل فهذه في التحقيق الله لديه يجب أن يحاول أن تفنن فيها يجب أن تتبع الناس لماذا؟ لأن المحتوى لا يهمون أن يستمر هذا التخلف ولا يهمون أن يستمر الدخل هذا يجب أن يهمون ويكون على حساب إفساد جيل وهذا جيل وكذلك في نفس الوقت فأنا أريد أن أعلم أعلم صنع المحتوى الذي يعتبرون معتداليين أعلمين صنع المحتوى لديه محتوى محترم وأحساب نفسي منه وحتى أنا أعلم أن أعلم لأننا نقلبه على حلول إبداعية ونصنع محتوى في بعض الإبداع وفي أكثر متعة لتكون نفس محتوى الرادي لأن نتعلقوا المشاهد الذين يدعون أمريك العجلة يصبح المعقول ولكن يدعون المحتوى ويجب أن يدعون المحتوى ويجب أن يدعونه في ذلك المحتوى العجلة شيء مسائل اللي تطور هذه الفيديوهات وتخليك انت قالس لانتك تفرش فيها تخليك قالس وكتتمتع بالمشاهدة في الفيديوهات وكذلك واحد الحاجة اخرى النقد هرام شي خيب يعني اي حاجة معجبك في الفيديوهات ديالي لانك انتاء هذه قناتك وهذه انتاء والمشاهد اللي تشوف هذه الفيديوهات انت اعرف احد السيد من اليهود المغاربة اليهود المغربة وقامك اللي ارحمه وقد كانت عنده حانوت مع مرحبا فيه انتك ستينىات وخمسينات ما انتك كان بقي شاب اخرى قامك في حانوت وقد كانت احد السيد مغريبي يهودي يقول لدينا اليهودي المغاربة أخوتنا اليهود المغربة فهذا اليهودي لم يكن يدر جديد للدار لم يكن يسبق الدار ولم يكن يجهزها والجليج والنقش والذلك فأكمل الصباح للدار الداخل ويبقى عليه برا لم يكن جديد قال لي أشمل لونك تبغي قال لي أشمل لونك تبغي قال لي لم يكن جديد أشمل لونك تبغي قال لي فأنا دار الداخل أشمل لونك تبغي لكن أنت ملحنت يومياً ترى اللون انظروا 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 يومياً ترى اللون دار ما هو اللون الذي أريد لا يوجد شخص لا يوجد شخص ما أريد أن أقول هذا القناة سوف ترى أنا من الداخل لا أعرف كيف ترى لا يوجد شخص ما هو اللون الذي تبغي انظروا في القناة شكراً 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 شكراً